بسم الله الرحمن الرحيم ابنائي وبناتي لكم تحياتي طلبة الصف الثالث الثانوي لغات اهلا وسهلا بكم اه يعني انا شايف ان طلبة اللغات مظلومة شوية في المراجعات والكتب واحنا بدأنا ان شاء الله في قناة النوراني وبنحلي معاكم كتاب الموسوعة وان شاء الله دخلتلكم كتاب تاني وهو كتاب الواف لغات كتاب من الكتب الجيدة وليها اسمها في مجال الكمياء العربي وبلها سنتين او تلاتة شغالة في مجال اللغات وحبدأ احلم معاكم الكتاب والكتاب بصراحة في حوالي تسعين ماضل او خمسة وثمانين بالضبط هو في كتاب العربي عنده تسعين ماضل احنا نبدأ نحلم مع بعض وفي افكار طيبة جدا واحنا عارفين السادة المؤلفين اه مدرسين محترمين جدا سواء كان الاستاذ محمد غزال او او استاذ محمد عبدالسلام ومعاهم الاستاذ شحاتة فتحي نبدأ بإذن الله بشابتر ون اللي هو هما مقسمينها لي في عندي ميني تاست ون اول سؤال بيقول لي بيقول لي ومن اول هكده سؤال سؤال خادع وسؤال زي بيقوله سؤال صعباني شوية ازاي سؤال صعباني شوية بص يا سيدي احنا عارفين يا ولاد ان بداية من وانت عارفت منين يا مستر منها لان بيقول لك ده معناه ان انت طيب احنا عارفين يا ولاد لما تبدأ تظهر هنا بصهم انا هصغر لك الصفحة كده لما اجي ارسم او هرسمه كده احنا بكل ما نقول لكم زمان اولاد انا لو عايز اعرف ده من قلت لك بص على ال اف لو لقيت ال اف مليان يعني فيه زي السؤال اللي عندنا ده يبقى ده من ال اه فيه اربعة عشر يبقى ده كده ال اف اتملا يعني مليات ال اف فورتين دي كلها ودخلت جوا دي طيب ده ايه بص نرجع بقى للتيب اللي من اول ومن تاني سنة اولا لو لعode احنا بريود نمر سيكس بتبدأ بي وسيكس اس وان وبعد كده سيكس اس تو بعد كده خلصناكده ال اس اللي هي ال واي والت ايه بعد كده بيبدأ ال دي ال دي ببدأ بفايف دي و بعد كده بوقف بعد كده بعد مملة ال يبدأ ال اف بقى الفور ف أف يتميلي من اول الفور اف وان لح答 منوصل لفور اف فورتين بعد كده يبدأ يكمل دي تاني دي ت nephew لحد نوصل لدي تانى طيب انا هنا عندي الاليمنت بيكون بتاعهم ادي فيها والاف فيها ده معناه ده معناه انا عندي دي وان وعندي اف فورتين انا لسه ده الالمنت لسه موجود في وتابع مين تابع ليه لانه ده فور اف تمام كده طيب يبقى ده اخر اصلا في اللي موجودة في لكن احنا قلنا بنقول دايما عشان اعرف نوع الالمنت ابص على الاف بقى لو عندي دي وعندي اف يعنى مثلا قال لي هنا ده اه فايف دي اه مثلا ثري والاف فيها اربعتاشر وقال من ثاني فيها فايف دي اه مثلا اه two او او فايف دي one مثلا وبعد كده عندي هنا فيها فور اف سابن كنا بنقول دايما لو كانت الاف مليانة اهي بانا كده خلصت الاف كلها وانا بقيت في اللي هو ده يبقى بص على الاف ايبدا انهي انا واحد فيهم والله يبص على الاف فحد بقى لو كانت يبقى ده فالالمنت اللي عندنا ده يعتبر من وهو اخر واحد اصلا في السيرز اللي هو كان دي فيها اكتر من يبقى انا عديت هنا بيت فيها مين بيت فيه المين في لكن ده اخر واحد هنا اللي هو في اربعتاشر عشان ادي لسه في فانا اعتبر هنا لسه فده من فالانصر يكون هي نعلم على ايه ده العنصر ده او الالمن ده من خش على سؤال التاني بيقول لي دراجات يعني ولا 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 بص معايا وحشة لما اجي بص ولادي على الاسكانديام بروبرتز هتليه بيقول لي في البربرتز بتاعته بيقول لي عندي الاسكانديام اليمينيوم اللوي بتكون يعني خفيفة وقوية الخفة والقوة تتغفر او ده شرط من شروط ايه هل العجلة الرياضية ولا العربية المدرعة ولا استخدمها اه في صناعة الباتريز ولا في اللي هي اللي هي اعملت الانارة طبعا عايز القوة مع الخفة فاللي ناسبها مش العربية مدرعة اللي ناسبها اللي هي اللي هي فاليجابة هتكون هي لتر ايه فنختار اللي اجابة اللي هي لسبورت بايسكل ليه لاني نعايز حاجة قوية وفي نفس الوقت بتكون خفيفة سؤال نمبر ثري بيقول لي زي ايكواجين ويتش ريبريزنتز فشر تروبش ميثود طيب هو فشر اند تروبش ميثود ده كان بيعمل ايه ده والله كان بيكونفيرت الووتر جاز انتو فيو انتو فيو تمام بيستخدام مين بيستخدام الايرني ككاتليست طيب بص كبع ايكواجينز اول حاجة عندي الكاربومونوكسيد بلاس الهايدروجين ده مين يا استاذ ده كده اللي هو الووتر جاز يتحاول لسي سري ايتش ايت طبعا احنا درسنا الاورجانيك وعارفين ان السي سري ايتش ايت ده اسمه بروبين جاز بس انا عايز احاول اللي هو ليكويد فيول فالليتر ايه ما تنفعش عشان الفيول اللي طلع ده بيكون جاز انا عايزه ليكويد الكاربومونوكسيد بلاس الهايدروجين هدينا سي اتش فور جاز هقوله برضو غلط لنتحاول اللي جاز نمبر لتر سي سي او بلاس اتش تو هدينا سي تو اتش ديكس برضو متنفعش تعالي عن اللتر دي الكاربومونوكسيد مع الهايدروجين اللي هو الووتر جاز اصبح ليكويد فيول اللي هو سي ايت ايتش ايتين ايه بقوله ده تعالى ده ينفع ده طبعا اللي هو الاوكتين بلاس ايت ووتر فالليكويد ده او الفيول ده في صورة ليكويد فده الغاية او اللي بحاول فيها الووتر جاز فالاجابة هتكون هي لتر دي لكده هاختار لتر دي نمبر فور نمبر فور اولاد بيقول لي ركز بقى معايا كده احنا خدنا حتة اللي هي بتاعت الفيزل الصورة اللي هي كنا خدناها في المين كنا خدناها في المنغنيز بس السؤال بيقول لي هنا بس كان المنغنيز مع مين يا استاذ كان المنغنيز مع الاليمين فبالتالي هاختار هنا الاليمنيم اللي ده فبيعمل اللوية مع المنغنيز عشان يعمل لنا الدرق اللي هي الفيزلز او الباطلز of the soft drinks. سؤال نمبر فاين بيقول لي elements of the second transition series are different than elements of the first transition series. هنا بعمل compare بين الالم تاعت الفيرس ترانزيشن سيريز والسير ترانزيشن سيريز. تم تيجي نشوفهم كده مع بعض. دي الفيرس ترانزيشن سيريز ودي الساكند ترانزيشن سيريز. او السيريز موجودة في البيريود نمبر فور. والسيريز التانية موجودة في البيريود نمبر فايف. ده رقم البيريود. تمام كده? هنا باملة مين باملة ثري دي لكن انا باملة الفور دي. طيب. تعالوا نشوف بقى اللي موجودة عندي في السؤال ومين اصح تشويس. بيقول لي. لا والله ده عندد الترانزيشن في كل سيريز متساوي. طبعا انا عارفين الترانزيشن اللي موجودة في كل بيريود بيكون لاين ليه? لان اه الموجودة فيها من الموجودة عندي هتلاقي موجود في السيريز الاولى موجود الزينك. وتحت منه موجود الاكاديم فبيكونوا الاتنين ادي كومبليت لفلد في وفي فبالتالي ما يعتبروش فبالتالي كل سيريز فيها تسعة. فليتر ايه ما ينفعش. ليتر بي بيقولي بيقولي. هتلاقي في كل واحدة بص ارجع تاني للجدول. هتلاقي هنا عندي الكروميوم ده بيكون عنده او موجود برضو. وعندي هنا الكبر وزي الاي جي. برضو يبقى لي اختيار لتر بي ده ما ينفعش. طب بصد شوز لتر سي بيقولي. السيريز لتر السيريز الاولى باملة فيها السيري دي. السيريز التانية باملة فيها الفور دي. يبقى احنا فعلا هنا المختلفين فيه هو اه المختلفين فيه هو الساب ليبل الاخير. هتلاقي الفيرست سيريز اخرها تريد دي. التانية اخرها فور دي. ويكون الاجابة اللي ترسي زي ما قلنا. طيب تعال نخش على نمبر سيكس. نمبر سيكس بيقولي. هل الزينك اوكسايد ولا الزينك سالفايد ولا الكبر تو سالفيت ولا الكروميوم اوكسايد. طبعا ده معتمد على استخدامها اللي استخداماته هي اليوزيس. بما ان احنا نحن نكون حافظين اليوزيس او عارفينه وقارينه كذا مرة. فاحنا عارفين طبعا ان الكبر سالفيت ده بقى استخدمه كفانجيسايد وانسيكتيسايد. فبالتالي الاجابة هتكون هي لتر سي. خش كي بقى كده هنغلص ما بيج نمبر سيكس. تعال بقى نخش على بيج نمبر سبن. نمبر سبن بيقولي استنى بقى معلم. سكند ترانزيشن سيريز يبقى بامنا مين? بامنا الفور دي سبليفل. يبقى الالمان بتاعي اخره فور دي. طيب بص كده في اول واحد بيكون فور اس والسري دي فايف. الالمنت او السبليفل اللي موجود عندي ده هو آآ آآ بيكون سري دي. لا ما ينفعش. طيب في لتر بي بيكون بيكون فور دي. اه ده تابعنا. طيب في لتر سي سري دي. لا مش تابعنا. في لتر دي بيكون فور دي. يبقى الاجابة هتكون اما آآ لتر بي يامة هتكون لتر دي. طيب تعال يا مستر كده نبص على الالمنت بتاع بجروب سيكس بي. يمكن السؤال يتفكر. بصي امر كده. ده جروب تري بي فور بي فايف بي سيكس بي. هو السؤال بيقولي ان الالمنت موجود آآ في آآ سيكس بي جروب. ده موجود في البيريد نمبر فايف. ده ثلاثة اربعة خمسة ستة. انا بتكلم هنا على المولوبيدنيم. والمولوبيدنيم ده اخو الكروميوم يعني فيه يعني ايه? يعني المفروض هنا دي وان دي تو دي تري دي فور. المفروض يكون في دي فور. في الكروميوم وفي المولوبيدنيم. لكن بما انا بتكلم على السيريز التاني فاتكلم على المولوبيدنيم مش على الكروميوم. طب هنا قلنا في او او يعني ايه يا مستر? يعني والله الكل اللي بنعمله ان بناخد واحد من الاس ونقول له بعد اذن الحب اللي بينه وبين بعض كفور اس وكسري دي هاخد بين عندك اخليه للفور دي سوري. ليه يعمل حاج? الفايف اس يحط هنا اليه الفور دي بحيس هنا الفايف اس هيكون فيه واحد ويكون الفور دي فيها ويكون وبالتالي الاجابة هتكون ان الالمن ده بيكون الاس في ويدي فيها فور. السؤال اللي بعد بيقول لترانزيشن الالمنت used in electric furnaces and leather tanning what's electronic configuration is? الاول هو مين الالمنت اللي بيصدم فيه leather tanning وفيه electric furnaces الاول عشان اعرف electronic configuration. والالمنت هنا هيكون هو الكروميوم. طب ايه حكاية بقى? ما هو الكروميوم مع النيكل اللي بيعمل النيكل الكروم اللوي اللي بيستخدمها فيه electric furnaces. طب استنى اعمل حاجة احنا كنا نتكلم عن الكروميوم ان هو عنده حاجة غريبة اللي هو. ليه? لان المفروض يكون فور اس تو سري دي فور. بس احنا بنستاذن الاس في الكتب من عندها تدي لدي فمحيش يكون كل واحد فيهم ها فهل الاجابة تكون فور اس تو سري دي فور ولا فور اس وان سري دي فايف ولا فور اس تو سري دي ايت ولا فور اس وان سري دي تان طبعا الانسر هتكون فور اس وان سري دي فايف فالانسر هتكون هي لتر بي. وده كان نمبر اه ايت. تعال نخش على بعد كده على نمبر نين. نمبر نين بيقول ايه؟ the graph which represents the relation between the durability of titanium and temperature. ركز معي. ارجع تاني كده لي الكتاب بتاعة هتلاقي ان اللي بيعمل ما بينه بين الالمين بيقولك ان يعني تفضل الصلاوة بتاعته القوة ثابتة مع ارتفاع فهنا بيكون ثابتة والتنبريتر بتزيد فالانسر هيكون هي لتر دي. اللي هي مستر ان تفضل مع ارتفاع دائرة الحرارة. طبعا الحاجات دي اللي هي الحربية بتنفي بسرعة كبيرة جدا. فبالتالي بيحصل مع الاير فبيتولد كبيرة جدا. ممكن اصلا الطيارة تفقد الديوربيل بتاعتها او القوة. ويحصل للطيارة طبعا مشاكله هي في الجو. تعالوا نتكلم على نمبر تان. نمبر تان بيقول لي اف يو نو دات. هايدرو فلوريك اسد دي كاي ان ات سي جلاس كنتينر. لو حط الاتش اف في جلاس كنتينر بيحصل ده كي بتاكل. يبقى انا بس دور على ايلمنت بيعمل اا ما بتأثرش بيه طبعا برضو بعرفه من اليوزيس. فالاليلمنت اللي بتأثرش بيه الاسدز هو مين? هو ده يمستر اللي احنا بنسميه آآ النيكل ليه? لان هو بيريزست الكروزين ودازلت افتت باي اسدز زي الاتش اف. فبالتالي هختار الاجابة هي هي هيكون اللي هو دي وده سؤال برضو مباشر. وبكده نكون خلصنا من اجزام نمبر وان. وعبال ما نخلص كل بإذن الله. شكرا والسلام وعليكم ورحمة الله وبركاته.